اجندة ثقيلة سيحملها رئيس الوزراء بجعبته عند زيارة واشنطن في السادس والعشرين من الشهر الحالي زيارة رسمية سيلتقي فيها الرئيس الاميركي جو بايدن جدول اعمال الزيارة غير معلن حتى الان لكن ملف استكمال الحوار الستراتيجي سيكون على رأس المباحثات بين الجانبين الى جانب عدد من الملفات المشتركة نعتقد هذه الزيارة ستكون زيارة تحدي ويعلم السيد الكاظمي ان في هذه الزيارة مخرج لكثير من ازمات العراق وايضا واحد من الاسباب الرئيسية لاجراء الانتخابات في وقتها المبكر لان هناك تحديات كبيرة وعلى السيد الكاظمي يواجه هذه التحديات وتحديدا في كسب القوى السياسية زيارة ستكون الجنبة الامنية فيها هي الاعلى كعبا لسيما فيما يتعلق بالمشاورات بين العراق والولايات المتحدة حيال انسحاب القوات الاميركية فضلا عن ملف التعاطي مع الجماعات المسلحة ملفات صعبة في ظل تحديات اصعب حكومة العراقية اعلنت دائما وابدا انها لا تريد العراق ان يكون ساحة للصراع ما بين الولايات المتحدة وخصومها وهذه مسألة بالنسبة له تمثل مسألة جوهرية ولكن هذا يتطلب ان يكون تفاهما من قبل الفصائل واحترام القرار السيادي العراقي في هذا الاطار دون توجيه اتهامات الحكومة العراقية بانها ضمن المحور الامريكي ورغم ان الملف الاهم من ملفات الزيارة هو التفاهمات حول آليات الانسحاب الامريكي لكن التساؤلات تطرأ عما اذا كان هذا الانسحاب سيحل مشكلة الجماعات المسلحة ام سيزيدها تعقيدا اسئلة وتكهنات ستجيب عليها نتائج الزيارة المرتقبة من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير اشتركوا في القناة